التقى صباح اليوم رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبادي بقصر الديمقراطية مع أضاء اللجنة الأولمبية الرياضية تشادية حيث در لقاء حول سبل تطوير الرياضة في البلاد تقرير محمد صالح حسين وقراءة حسن جدها إن السلطات العليا بالبلاد تليه ثماما بالقا بقطاع الرياضة وبحظى صبت جاء لقاء رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبادي مع أضاء المكتب التنفيذي الجديد لللجنة الأولمبية الرياضية تشادية ذلك من أجل أرض الخطط والأهداف التي وضعتها اللجنة الأولمبية للاستفادة من التوجيهات التي يقدمها لهم رئيس الجمعية الوطنية في مجال تطوير الرياضة تشادية وهذه البادرة تدخل في إطار الشراكة البرلمانية مع اللجنة الأولمبية للرياضة اتضاح ذلك عقب المقابلة التي اثمرت زهاء ساع علما بأن المكتب التنفيذي الجديد لللجنة الأولمبية الرياضية تشادية انتخب في الحادي والعشرين من أكتوبر الماضي وذلك لمدة أربع سنوات بقيادة أباكر جرمع بهدف مواجهة التحديات الزراعية اليام 2018 عقض صباح اليوم وزير الزراعة سيد جامر السليك اجتماعا انضم جميل دارينا بالوزارة تقرير بحر الدين أبد الشاف الدهود بمناسبة حلول العام الجديد 2018 قدم فقامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو خطابا للأمة الكادية تناول فيه أهم المشاريع التنموية والاقتصادية كالزراعة والثروة الحيوانية والري لتطوير المناطق الريفية وبهذه المناسبة التقى وزير الزراعة والري والمعدات الزراعية السيد جامر السليك مع عمال الوزارة وذلك بهدف حس العمال على بزل الجهد من أجل تحقيق الأهداف المنشودة التي تصعى إليها الوزارة لرفع التحديات وتحقيق الرفاهية للشعب الشادي وتوفير الأمن الغذائي في البلاد هذا وقد عبر الوزير عن فرحته وامتنانه بهذه البادرة الوطنية التي تخص البرامج والمشاريع الزراعية ولازم نهيئ نفسنا لكي نكون في المستوى المطلوب نقدر نرد ونكون فعلا الطرف اللي يقدر ينقص هذه السياسة نواينا ورغبتنا في العمل العمل ما يمكن أن يتم إلي إذا كان هناك فيها لحد الأدنى من الإمكانيات اللي تقلينا نقدر نقوم بعمل هذا فإن مثل هذه البرامج والمشاريع التي توليها الوزارة لدراسة الأجندة المطروحة لوطء خطة الاستراتيجية لتسيير وتنفيذ المشاريع الزراعية تعطي دفعة قوية في تقوية وتطوير التنمية الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية في جميع الأراضي الوطنية قامت إدارة الاستخبارات العسكرية التابعة للإدارة عامة لأمن المؤسسات الدولة بقيادة العقيدة حسن علي عقيدة بمصادرة كميات من الحطب المستورط بطريقة غير شرعية وتسليمها لجزارة البيئة تقرير هارون أبهد بهدف وضع حد لقطع الأشجار غير المشروع للاحتطاب فإن السلطات العليا بالبلاد شرعت بتحريك وحدة خاصة من إدارة الاستخبارات العسكرية التابعة للإدارة العامة لأمن خدمات مؤسسات الدولة ديجيسي لمصادرة كميات الحطب المستوردة إلى العاصمة بالتهريب وهي أحطاب أنتجها قطع الأشجار المحزور وبدأت العملية هنا في هذا الموقع بحي شقوة بمربع جامع برنو حيث يتم استيراد هذه الكمية من الحطب بطريقة غير قانونية بعبور نهر الشاري محملة على زوارق كما عززت عناصر الديجيسي من وجودها بهذه المحطة في حي جاسي على شاطئ النهر وذلك تنفيذا لأوامر القيادة العليا بالجيش لتعزيز قوات خماية الغابات كما قامت بمصادرة السيارات التي تنقل الحطب وقد شملت العملية قرية سجيط بالدائرة السابعة وأن قطع الأشجار وتحويلها إلى حطب نيابس أصبحت تجارة رابحة لممارسها لذا فإن التجار في هذا المجال يستخدمون كل الوسائل الممكنة لاستمرارية هذه العملية التي تسبب مخاطر بيئية محتملة وفي إطار المهمة الوطنية الموكلة إليها فإن إدارة الاستقبارات العسكرية التي يشرف عليها العقيد حسن علي أجيد فقد أوقفت هذه السيارات التي تحمل كميات من الحطب دون إذن مسبق من السلطات المختصة بالبيئة وعقب إنهاء المهمة سلمت قوات الجيسي المواد التي تمت مصادرتها إلى منصقية حماية البيئة ومكافحة الصيدة أسكرنا الدولة والشغل يتطلب دا كله موسوليانين إن وزارة البيئة ستتعمل مع هذه العملية الخاصة بحماية الغابات وأن الوزارة تناشد المواطنين بالشعور بالمسؤولية والتحلي بالروح الوطنية رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس دبيتنو أصدر قرارات صارمة بشأن حماية البيئة ومنع قطع الأشجار الذي يؤدي إلى إخلاء الغابات وتدهور النظام البيئي وإن انتشار القوات العسكرية في مواقع تهريب الحطب يعد بمثابة إنذان لكل من يحاول اختراق القانون ولا عذر لمن أنذر تتواصل الحملة التي أطلقتها الشركة الوطنية للكهرباء في يومها الخامس على التوالي في الدائرة الثامنة بقيادة المدير العام النائب حامد جيمونوي جمعة لقطع التوصيلات غير القانونية للكهرباء في تلك الدائرة تقرير محمد اسمان بشير ليومها الخامس على التوالي الشركة الوطنية للكهرباء تواصل في حملاتها في بحث وضبط جميع التوصيلات الكهربائية الأشواعية والغير قانونية حيث أنه في حارة تنجسو هنا بالدائرة الثامنة حالات عديدة قد سجلت من قبل الفريق الفني للشركة التي يقودها المدير العام النائب حامد جيمينو جمعة حيث أن تلك الحالات جلها لا تتمشى أبدا مع نظم وقوانين الشركة المعمول بها أنضم نحو دوري لقد كانوا نحو دوري بمشاهدون وقم نحو دوري لكن اليوم نحو دوري لكن اليوم نحو دوري أن نحو دوري إنه هناك الدوري وقم نحو دوري وعنشان الرحمن بنفس الطريقة لأن السلماء في حالة الكهربائية يمكن أن نعوز مني اليوم يمكن أن نعوز مني والذكر لكن الآن انسان لنقواني فهو يمكننا أن أكون هناك كبيراً. لقد أردت أن يكون هناك كبيراً. لقد أردت أن هناك الكهرباء على الواسطة والاسترميديار. هذا المكاتب يفتح. هذا صحيح. لا يمكننا أن يكون هناك كلها أحداً. لا يمكننا أن يكون هناك طلباً. هذا وأن هذه الحملة ستتواصل لتشميل مختلف دوائر العاصمة انجمنا